السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا القانون القانون يوتن الثاني ده عبارة عن من القوانين طبعا المهمة وإحنا بنقول أنه القوة ينصر القانون عليه إذا أسرد قوة أو محصد قوة في جسم بحيث تعطيه حركة انتقالية يبقى في تسارع مقدار التسارع الذي يكتسبه الجسم ماله بتناسب طرديا مع القوة المؤسرة ويكون اتجاهها ويكون في تجاهها طبعا التسارع يكون في تجاه القوة وسابت التناسب هو كتلة مين الجسم أهو يبقى أنا عندي هذه المعادلة بتاعت التسارع بتناسب أرضيا مع القوة هذه القوة في علاقة التناسب بين التنين سابت التناسب وفي هذه الحالة أنا بقول عليه إيه سابت التناسب في هذه الحالة هو عبارة عن سابت التناسب في هذه الحالة هو الكتلة سابت التناسب في هذه الحالة هو كتلة الجسم ده خانون يوتن الثاني يجب أن نلاحظ أن القوة F هي محاصرة القوة المؤسرة وإيه التسارع وإم كتلة الجسم واتجاه القوة هو نفسي تجاه التسارع لأن طبعا كلاهما إيه كمية متجهة لكن الكتلة كمية إيه كياسية طبعا هذا الشكل الشكل التالي يوضح قانون يوتن الثاني تؤثر القوة على جسم فتجعله يتحرك حركة انتقالية نحن طبعا جسم سحبناه بقوة وإذا زاد مقدار الشد زودنا مقدار الشد في هذه الحالة نلاحظ تزايد سرعة الجسم وبالتالي تزايد تسارع بتاعه وبذلك نستنتج تناسب القوة مع التسارع تناسبا ضرديا القوة في الحالة الأولى كانت قوة صغيرة الجسم تحرك وفيه سرعة وفيه تسارع لكن بمجرد كل ما نحن بنزود هذه القوة اللي بتسحب الجسم أو بشرده كل ما نزوده بزاد سرعة أو بزاد تسارع وبالتالي نحن بنقول إن القوة تتناسب مع التسارع تناسبا ضرديا القوة في النظام العالمي للوحدات هي عبارة عن في النظام MKS أو نظام العالمي للوحدات هو نيوتن واخت opioids في النظام CGS هي الدين والنيوتن 10 أس 5 دين نيوتن 10 أس 5 دين طيب القوة categorها ف تساوي MA الـ M في النظام العالمي للوحدات كيلوجرام والـ A في النظام العالمي للوحدات متر كل ثانية تربيع. يا ممكن نقول كيلو جرام متر ثانية سالب اثنين. ده 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 عبارة عن ايه ده الوحدة دي كلها نيوتن اختصارة كده نيوتن. طبعا نسبة للعالم نيوتن. ده واحد واحدة القوة. والواحد نيوتن انت لو مسكت شعره من شعر من رأسك كده ونزحت هذا الشعر انت محتاج واحد نيوتن. لو ناخد مثال احسب وزن ولد كتلة وعشرين كيلو جرام. علما بان تسارع السقوط الحر يساوي عشرة متر كل ثانية تربيع. تسارع بتسعة وتمانية مع عشر. قد نجم كده الجي. تمام الجي. متر كل ثانية تربيع. تقريبا عشرة. انا عندي كتلة. ايه العلاقة بين الكتلة والوزن? اهو الحل. الوزن بيساوي الكتلة في التسارع. كتلة حاصل ضرب الكتلة في التسارع يديني وزن. يبقى عشرين في عشرة بمتين نيوتن. مثال اخر. احسب محاصلة القوة المؤسرة في جسم. كتلته تلاتة من عشرة كيلو جرام. اذا كان تسارعه عشرين متر كل. عايز القوة هنا. قوة عطول. يساوي كتلة في تسارع. تبقى لقانون نيوتن الثاني. الام بتلاتة من عشرة كيلو جرام. الايه بعشرين متر كيلو سانية تربيع. يبقى القوة بتساوي ايه? بتساوي كتلة في تسارع تاتة من عشرة في عشين ستة نيوتن. وهكذا. ناخد مثال اخر. مسعد بيتحرك الى اعلى. المسعد ده. تسارعه هو الى اعلى ستة متر كل سانية تربيع. يقف على ارضيته رجل كتلته تمانين كيلو جرام. احسب مقدار القوة التي تؤسر بها ارضية المسعد على الرجل. علما بان تسارع السقوط الحر عشرة متر كل سانية تربيع. تمام? انا عندي مسعد. المسعد ده في شخص وهذا الشخص كتلته تمانين كيلو جرام. عايز مقدار القوة اللي بتأسر بها ارضية المسعد. لان الرجل ده بيأسر بقوة على ارضية المسعد. وبالتالي دبقى لقانية الساس هناخده بعد شوية لكل فائل رد فعل. الرجل اصر بقوة على ارضية المسعد. ارضية المسعد هتأسر بقوة عليها. على الرجل. عايزين نحسن نحسن مقداره. اهو. طبعا المسعد لما يتحرك الى اعلى غير لما يتسارع الى اسفل. بمعنى ايه? ناخد الحل. اذا فرضنا ان وزن الرجل دابلو. تمام? واحنا بعدين ان شاء الله هناخد حاجة اسمه مخطط الجسم الحر. ادي عندي لي مسلا ادي. جسم. على جسمي ده له وزن الى اسفل. في هناك رد فعل الى اعلى. ان نورمال فورس. انا عندي الرجل ده وزنه دابلو مسلا. رد فعل ارضية المسعد عليه هو ان. تمام? الاعلى. وبالتالي محصلة القوة المؤسرة على الرجل هي. مدام المسعد بيتحرك الى اعلى يبقى اب كده. تمام? يبقى نبدأ من ان. ان اللي هو رد اللي هو طبعا. لان التسارع في اتجاه الان. يبقى نبدأ بالقوة اللي في اتجاه التسارع. وماينس القوة اللي ضدها? يساوي الكتلة في التسارع. دي بخلي قانون. يعني دائما احنا بنطبق قانونة ثاني بنجد محصلة القوة ادي الحل له. ان ماينس دابلو بيساوي ام ايه. يبقى ان ان ماينس دابلو بكام? كتلة الرجل في تسارع الجاذبية. بيساوي كتلة الرجل في تسارع المسعد. هنعود هنجد ان الان بكام? بالف ومتين. الف ومتين وتمانين نيوتن. ده عبارة عن رد فعل المسعد. طب لو كان المسعد الى اسفل. اهو ادي الاحتمال التاني. في مساء السابق لو فرضنا ان المسعد يحرك الى اسفل. بنفس التسارع. احسب مقدار القوة اللي تؤسب بها ارضية المسعد. على الرجل العلما بان تسارع السقوط الحرة عشر. اهي نفس القصة. ادي المسعد. الرجل موجود هنا. له وزن. في رد الفعل الى اعلى ان. ده المسعد. المسعد ده بتحرك الى اسفل اه. مع مين? مع الوزن. ممكن نبدأ بالدابليو. ونساوي على طول بالان في الاي او نعكس نبدأ بالان. وساوي ماينس ام في اي على اساس ان ماينس اي دي تسارع او تباطع الى اسفل. تمام? كلاهما صح. نحسب بالمعدلة الاولى دابليو ماينس ان تساوي ام ايه. الدابليو وزن كوتة رجل ستين اه اسف تمانين. بعد ان في عشر التسارع ماينس ان يساوي تمانين في مين? برضو ستة. في هزي الحالة الان بكام? الان بكام? نشوف اهو. ادي الحل. فردنا ان الوزن الرجل دابليو الاسفل دفع الاسم اعلى يبو بالتالي ان ماينس دابليو يساوي ماينس ام ايه هي نفس القصة. ففي هزي الحالة لو خدنا احنا دابليو. ماينس ان لان طبعا المسعد الى اسفل يتسارع الى اسفل. تمام? وبالتالي احنا بنبدأ يعني اتجاه اتجاه التسارع مع اتجاه الوزن الى اسفل يبقى نبدأ بالوزن او بيساوي ام ايه? لو عكسها زي ما هو عكسها هنا يبقى تخليه يساوي ماينس ايه? في هزي الحالة وزن او رد فعل السطح الى اعلى بساوي 320. طبعا مختلفين عن مختلفة الان في حالة التسارع الى اعلى عن الان في حالة التسارع الى اسفل.